اشتركوا في القناة على شغل الفريلانسنج يعني ايه فريلانسنج فريلانسنج ان احنا بنشتغل بنستغل مواهبنا وامكانياتنا لكن مش في وظيفة دائمة او وظيفة مؤقتة مش فول تايم او بارت تايم جاب بمعنى ايه ان مفيش عقد توظيف بين هذا الشخص وبين الجهة اللي بيشتغل معاها طبعا باللهجة الدرجة ممكن يكون انا بشتغل حر او انا بشتغل بالحتة بالقطعة او انا بشتغل بالمشروع اكتر امثلة في المجال دو بتكون في حاجتين اساسيتين ولو ان دخلوا في حاجت تانية كتير الكتابة والمهارات الفنية او التقنية او الاي تي زمان قوي في مجال الصحافة كان فيه فعلا يقولك صاحفي بالقطع يعني لما بيكتب مقال والمقال ده ينشر فيه مجلة او في جورنان ياخد ثمن المقال لكن هو مش موظف في الجريدة ما بيروحش ما بيدومش ما عندوش مثلا عمود ثابت ما عندوش حاجة ثابتة في مجال الاي تي ان احنا مثلا سيشغالين على بروجيكت عايزين مهارة صغيرة معينة بنعين الشخص اللي هو المهندس الكمبيوتر او البروجرامر انه ييجي يعمل لنا جزئية صغيرة فقط لكن ما بيبقاش موظف في الشركة ما بياخدش مرتب شهري ما بياخدش امتيازات الوظيفة زي مثلا زي اي حاجة تانية من اللي بتعطى للموظفين ممكن يعطى بعض الامتيازات ولكن بتكون مربوطة فقط بفترة العقد انتشر قوي قوي الشغل دو دلوقتي حتى بيسموه يعني دلوقتي بيسموه بمعنى ايه ان لما تبقى عندنا شغلانة نعرضها على معينة والناس تيجي تقدم ونختار ونشتغل مع الاشخاص دي في الشغلانة دية بس لكن هو مش موظف عندي يعني علاقتنا مرتبطة بتسليم الشغل وان انا اسلمه فلوسه وخلاص والموضوع انتهى الموضوع ده كتير ومنتشر وموجود وموجود باشكال تانية يعني مثلا في مثلا ميكوب آرتست في مكيرات بيحطوا الميكوب بيجبوهم يشتغلوا بس الشغلانة دية بس لكن مثلا ما بتروح شي في صالون وهي موظفة في هذا الصالون وعندها موعيد من الساعة كذا للساعة كذا هي بتشتغل بالحتة يعني مش لقيا لها وصفة اخر بتهي لا هو دي طريقة الدرجة اللي بنتكلم بيها في الحياة دلوقتي ايه المجالات اللي طلعت دلوقتي فيها موضوع الفريلانسينج ده مثلا الفيديو ادتينج انا بعمل فيديوهات وزي ممكن انا عملتها بعمل فيديوهات بحتاج ادتينج للفيديوهات بتاعتي بدخل على بلاتفورم من اللي هي معروفة انها بت يعني اقدر احط الوظيفة اللي عندي او الشغلانة اللي عندي والناس تقدم فيها الناس اللي هي اللي عندها المهارة دية اللي محترفين اللي هيقدروا يساعدوني في الشغلانة دية ويقدموا وكل واحد بيكتب ايه خبرته وايه الكلام دو وانا عينت ناس كتير قوي من الطريقة دية سواء انهم يعملولي ادتينج صوتي او ادتينج للفيديوهات او او يعملولي ادتينج حتى للكتاب يعني الكتاب بتاعي كنت محتاجة مصحح لغوي وفعلا عينت مصحح لغوي متخصص ودارس اللغة العربية وصحح لي الكتاب الفيديوهات بتاعتي في بعضها كان في فيديو ادتورز بيعملولي الادتينج للفيديوهات بتاعتي الحلقات بتاعتي مثلا على كنداوي كان في ادتورز اللي هما هما بقى ايه sound ادتورز او voice ادتورز زي ما بيقولوا sound او audio audio ادتورز هما اللي كانوا بيعملولي البودكاست بتاعتي والحلقات بتاعتي الازعية في مثلا الناس اللي بتشتغل في الجرافيكس الناس اللي بتشتغل في الفوتوشوب الناس اللي بتشتغل في تصبيت الكتب وال وال والمنشورات والبروشورات والحاجات دي فيه كمان ناس مثلا متخصصة في الماركتنج انا ما اقدرش مثلا عين عندي مدير تسويق او شخص متخصص في التسويق وعايزة بس حد يساعدني في ان انا اعمل ماركتنج بلان مرة واحدة ف لو طب العايزين بقى نشتغل في المجال دو خدوا بالكم ان المجال دو مش مفهوم اوي اوي في بلدنا العربية في بعض السيدات بعتولي وعايزين يشتغلوا من البيت في ناس بتستغل مثلا الفيديوهات بتاعتي وتحط تحتها لينكات لاي حد عايز يشتغل من البيت انا بصراحة بشيل اللينكات دي ليه لان انا مش عارفة مدى فعالية هذا العمل معدى جديته في حالات نصب كتير قوي قوي بتحصل فانا بصراحة القناة بتاعتي مش هتكون مسؤولة عن حاجة زي كده واللي عايز يعمل دعاية يروح القناة بتاعتي مش مجال للدعاية عن اي حاجة ايه بقى اللي ممكن نشتغل ومن البيت ده يعتمد على المهارة يعني مثلا انا مثلا بشتغل على برنامج معين بعرف اعمل جرافيكس بعرف اعمل فوتوشوب بعرف اعمل حاجة معينة باستخدام برنامج من البرامج دي دي مهارة فيه نقطة مهمة اوي انا عندي المهارة دي بس هل المهارة دي تصلح ان انا او مستوايا في المهارة دي يصلح ان انا اقدم الشغل ده بشكل احترافي احيانا الواحد بيكون فاكر ان هو عنده مهارة عالية جدا ولكن مقارنة بالاخرين يعني انا فيه ناس كتير جدا كانوا كذبين عن نفسهم ان هم في المداخق اللغوي مثلا ان هم شطرين وبيعملوا تطقيق لغوي الكلام ده ولما ادتهم اختبار بصراحة كانت النتيجة سيئة جدا جدا وللاسف كان فيه منهم خرجين دار علوم يعني دار عاميين يعني يعرفوا مفروض الكلام ده يعني من المفارقات العجيبة ان رح لهم كلام بوزوه تخيلوا يعني بدل ما يصححوه لغويا شافوا الصح اللي فيه ولخبطوه والدنيا ملخبطة خالص و في المقابل مثلا كنت بتعامل مع واحد خريق طب وشغله كان عامله حلو جدا جدا بعد كده بقى تعاملت مع رجل كبير فاضل محترم ازهري وفعلا فعلا تمكنه من اللغة العربية اقوى بكتير جدا فالاولاني ده كان شخص اتكلم وبعدين يعني لما قلت له لا بصراحة الشغل دون المستوى شبه تخانق معايا ازاي دون المستوى ازاي ده انا خريك دار العلوم ده انا كزا قلت له لا في حاجات غلق اقولي لي انا مش فاضي قعد اقولك ايه اللي صح و ايه غلط اللي انت عملته الكواليتي بتاعت الشغل مش قد كده لا 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 فالمهم جبت له مثالين تلاتة او ده ده حاجات بسيطة ومش عارف ايه ودي اول مراجع وفيه تاني مراجع بتلقوا خلاص خلاص انا مش عايزة اشتغل معاك انت مهارتك مش قد المستوى اللي انا بدور عليه فلازم نعرف كويس قوي ونكون صريحين جدا مع نفسنا في تقييم مهارتنا واحنا بنعرض هذه المهارة ونحاول ان احنا ننمي هذه المهارة اكتر واكتر بحيث باننا نعمل لنفسنا بروجيكت حتى ولو وهمية مش هناخد فيها فلوس فيه شاب كلمني وبيقولي ان هو عايز يدخل في مجال الفريلانسينج وان هو بيعمل ايدتينج بس ما عندوش سبقة اعمال ما عندوش بورتفوليو يحط فيه اعماله قلت له اخترع لنفسك اعمال اعمل كده مع نفسك بعض البروجيكت الصغيرة اللي توري مهاراتك في اليدتينج وحط دول يبقى هو ده البروفايل بتاعك البرتفوليو بتاعك وحطه جزء من البروفايل بتاعك بحيث ان انا لما ادخل ادور عليك ابص اشوف بعض الاجزامبلز الحاجات اللي انت عاملها بس تأكد انها حاجتك وانها شغلك لان حصل بقى مرة بالعكس ان فيه شخص كان مفروض هيعمل لي ويبسايت وكنا بنشتغل مع كلينت وبعتلي قايمة من الويبسايت على اساس ان هو اللي عملها طبعا يعني لا تتخيل ان انت بتتعامل مع انسان غبي اللي جاي بيشغلك ده هيدفع فلازم ياخد جودة علي انا اللي حصل ايه ان انا رحت بعتها للويب ماسترز بتوع الويبسايت دي وحبيت اتأكد مين الشركة او مين الناس اللي عملت لهم الويبسايت وفعلا فيه ناس منهم جاوبوني و لما دخلت على الاماكن اللي هم قالوا لي ان دول اللي عملونا الويبسايت بتوعنا اكتشفت ان مش هو اللي عملهم ولا حاجة وما كانش حتى في التيم اللي عملهم فده طبعا دايقني جدا جدا فيه مثلا واحدة اشتغلت معها ودي كانت من اسوأ المرات بصراحة لانها كانت حتى من قريبي مفروض انها خريجت كمبيوتر وبتفهم وكلام ده ولكن لما اشتغلت معاها اكتشفت ان هي يعني لا ده ما تعرفش حاجة خالص حتى الاساسيات الحاجة التانية ان هي ما استغلت شي الاساسيات اللي هي وغداها في الجامعة هي تبني على المهارة دية وتتعلم فحتيجي تتعلم فيه انا وللأسف حطيتني في مواقف محرجة فالشغل الفريلانسين بيبتدي بان انت تعرف المهارات بتاعتك وتكتب ايه المهارات اللي انا بعرفها انا سي مثلا هشتغل في اه ايه 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 انا لازم اكون بعرف سوشيال ميديا بعرف ازاي اعمل على السوشيال ميديا بعرف الحاجات التكنيكل يعني طريقة الحساب بتاعت الادبرزايزمين لازم اكون اعرف طب انا مثلا هكتب هشتغل مثلا ان انا كوبي رايتر هكتب في ايه بالزبط هكتب حاجات في التكنيكل تكنيكل في ايه ما هو اللي بيكتب في الاي تي ده تكنيكل اللي بيكتب في الماشينز تكنيكل اللي بيكتب في الادوية ما هو ده تكنيكل كلمة تكنيكل رايتر دي كلمة كبيرة قوي 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 وتحتاج حاجات كتير يبقى ايه المهارة ايه المجال اللي هتخصص فيه طيب اعمل بورتفوليو البرتفوليو ده في البداية اعمل لنفسي بروجيكت ما رحش اسرق بروجيكت بتاعت ناس تانية اعمل لنفسي بروجيكت ولو بروجيكت وهمية طب انا مثلا النهاردة هكتب عن المكينات مثلا بتاعت السفلتة اللي بتسفلت الشوارع واكتب كده او حاجة وسهل جدا ان انت تنشر الكلام ده ده لو انت عايز تبقى تكنيكل رايتر تنشر الكلام ده في على الانترنت على حتى على الفيسبوك يبقى فيه مكان او بلاتفورم فيه الشغل بتاعك طب سي مثلا انا ميكاب ارتست اروح ادور على صحابي ومامتي وجاراتي واعمل لهم واخد صور واحطها از البرتفوليو بتاعي سي مثلا انا عايز اشتغل في الديكوريشن ابتدي اعمل سمول بروجيكت مع نفسي في البيت في كده واحط الصور بتاعتها كمان ان انا ادور على البلاتفورمز يعني الناس هتلاقيني فين الناس هتلاقيني ازاي اه واروح اشوف البلاتفورمز دي واحط اه زي انتروداكشن كده عن نفسي في الاماكن دي انا فلانا الفلانية المهارة بتاعتي كذا وبعمل كذا ودي امثلة على الشغل اللي انا عملته في فيديو حلو قوي 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 هبقى احطه لكم في هحط لكم لينك لي اسمه كيف تمتهن هوايتك وفي فيديو تاني انا مش فاكر عنوانه دلوقتي بس هدور عليه برضو واحطه لكم بحيث ان احنا اللي عنده مهارة يفكر ازاي ممكن يستغل هذه المهارة في ان هو يعمل دخل اضافي له وان هو يشتغل شغل غير تقليدي غير اللي هو وشغل الموظفين رايح الدوام وراجع من الدوام رايح الشغل وراجع من الشغل كل الريسورسز دي هحطها لكم ولو عندكم اسئلة محددة عن امور محددة هحاول ان انا اجاوب لكم عن الاسئلة دي اشوفكم الحلقة الجاي ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة